البحث عن السعادة يعني كتاب البحث عن السعادة ده هيخليني أقولك أنه لما بنشوف الكتب اللي موجودة في العالم ونشوف الأكثر مبيعاً فبنلاقيها الكتب اللي بتحاول تساعد الناس من جوا واللي بتحاول اللي بنقول عليها self help books وبتبقى هي best seller يعني أكثر مبيعاً ليه لأنه الناس محتاجة حد يساعدها من جواه فالبحث عن السعادة عندك ده ورحلة في الفكر السوفي يعني يمكن لما تقري العلوان تقولي لا كبير قوي بس لما تدخلي تلاقي نفسك وكأن التاريخ بعيد نفسه يعني الرحلة من العصر الأموي للمماليك دي رحلة طويلة بس رحلة تساعد أي حد عندك حق جداً وأنا حاولت أن أتكلم على تطور الفكر السوفي بس الفكر السوفي كله على فكرة السعادة على فكرة هو فكر متفائل جداً وفكر زي ما أنت قلت فيه تنمية بشرية بيتكلم على الأخلاق بيتكلم على تصفية النفس فهو بساعدنا أن احنا نكون في حتى تانية نوصل لمقام مختلف عن اللي احنا فيه دلوقتي يعني دايماً بنحاول أن احنا نشتغل على نفسنا زي ما بنقول كده علشان نوصل لحاجة أحسن من اللي احنا فيه دلوقتي فهو كفكر إنساني فكر راكي جداً أنا خدته من العصر الأموي لحد العصر المملوكي لأنه برضو بحب التاريخ طبعاً فحبيت أن أنا أشوف تطور الفكر ده وبعدين خدت تجارب إنسانية يعني احنا ممكن نقول لحد أديله زي كده رشدتة للسعادة لكن لما نديله مثل على شخصية معينة أو إنسان معينة وحياته كتعاملة إزاي ده هيساعده أكتر أنه يفهم تجربة الشخص ده إيه سواء كانت تجربة حيرة أو تجربة بحث أو تجربة فقد أو تجربة فقر أو تجربة ابتلاء فيشوف إزاي الإنسان ده تعامل معها فده يساعده بعد كده أنه يتعامل مع أي تحدي بيشوفه في حياته لشان كده كنت عايزة أتكلم في بداية الكتابة على الشخصيات صوفية مشهورة جدا مع تجربتهم الإنسانية لأنه دول بنقدمين أهم من أي حاجة بعد كده بنتكلم على تصفية النفس الأخلاق التعامل مع الابتلاءات بنتكلم على اللغة وإزاي اللغة كان لها عامل كبير جدا في الفكر السوفي بنتكلم برضه عن بعض الأفكار المهمة جدا أو الأفكار الأساسية في الفكر السوفي قول بحث عن السعادة بقى